لو انت ست بيت ونفسك تعملي مشروع من بيتك وانت قاعدة وسط ولادك لو لسه شاب متخرج جديد وعايز تعمل مشروع تبدأ بحياتك الفيديو ده ليكم تفرجوا على الفيديو للآخر هتستفادوا منه جدا جدا والأي حد مقبل على أي مشروع أو نفسي يعمل أي مشروع يكون ساهل ومش محتاج مجهود ولا مصاريف كتير ومش معاه رأس مال الفيديو ده ليكم ياريت تتابعوني وما تنسونيش من لايك لو مش مشتركين اشتركوا فعالوا الجرس علشان في السلسلة بتاعت الفيديو هدي قوية جدا جدا دائما يا إخواني ويا أحبتي تبرأوا من حولكم وطولكم وقوتكم وعدتكم وعتادكم إلى حول الله وقوته وعدته وعتاده لا تعتمد على نفسك في شيء لا في قوة ولا في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في شيء أحل الأمر دائما إلى الله تبارك وتعالى أحل الأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى وقل اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن محال فيديو جديد النهاردة وفيديو بصه قوي جدا من الفيديوهات الجميلة اللي أنا عن نفسي شخصيا بحبها وباستفد منها بجد يعني في أي مجال كتير انت عامل القوضة بتاعت الحمام دي ازاي تابعوني بقى واعملوا معي القوضة الجديدة اللي بعمل في قوضة قولوا ما شاء الله اللهم بارك بعمل في قوضة تانية هعمل في أحط فيها الحمام الرومي وانا هو إن شاء الله أجب نوعيات حلوة من الحمام زي ما كتير قوي منكم نصحني وقلتول كتير ربي حمام زينة ربي حمام تقيل ربي حمام غالي فإن شاء الله هسمع كلامكم وبأمر الله نوية إن شاء الله أنوع وأكبر المشروع بتاعي طيب بدأنا بإيه بقى بدأنا بالقوضة هقول لكم الحاجات اللي احنا جبناها الخامات اللي احنا جبناها عشان نعمل القوضة الحاجات دي يا جماعة هنقفل بها السقف والشبابيك دي أعواد أو عروق أو اللي هي العروق بتاعت المارينة دي علشان نعمل بها إيه السقف بتاع القوضة احنا هنعملها بطريقة عادية كده بدأ إيه خالص خالص طبعا القوضة شفتوها واريتها لكم في الأول كان ما فيهاش الحلوك بتاعت الباب دي الحلوك اللي هي الخشب دي دي اسمع حلوك اللي هي الإطار بمعنى أصاح بتاع الباب وبتاع الشباك ده ما كانش موجود طبعا عملناه وركبناه احنا ركبناها إطار اللي هو بتاع يعني اللي النجارين بيعملوه على أساس يبقى على طول مش هنقعد بقى نشيل ونحط احنا ركبناها بالمرة اللي هي الحلوك أو الإطارات اللي بتبقى آآ بتاعت الشقا ركبناها قلنا إيه نخلص منها بالمرة ممكن تركبوها عادية بطريقة بدائية زي ما أنا عاملة في القوضة التانية لو أنتم مش متابعين ارجعوا الفيديوهات وشوفوها تمام طيب عملنا دي أول خطوة عملناها عملنا الحلوك بالشكل ده تمام ركبناهم خلينا النجار هو اللي أخذ المقاسات وهو اللي جي عملها وهو اللي مقفل عليهم كده ايه بالاسمنت بس طبعا لسه في حاجات تانية هنعملها طبعا بصوا من تحت فيه فراغ زي ما انتم شايفين أكيد هتشوفوه هتقولولي طب الفراغ ده هتعملي فيه ايه الفراغ ده يا جماعة هيتملي آآ اسمنت ومونة يعني مش هيتسبب كده لأن طبعا ده ممكن يدخل فران ممكن يدخل عرس كمان مش فران لأن نبصوا الفراغ كبير قد ايه وفي الشبكة التانية نفس الشيء برضو آآ فلازم هيتملي مونة واسمنت تمام بعد كده بقى الخطوة اللي هي بعد كده هنعمل ايه القوضة دي لو كنت منشيفها فيها عيش زي ما انتم شايفين كده عاملة مشامع وفرشاها وحطها فوق منه العيش هنلم العيش ده وبعد كده بقى هنبتدي ايه هزبط القوضة القوضة بقى دلوقتي بصوا هنعمل ايه ها حطينا العروق المرينة دي بالشكل ده احنا بس هودلوقتي بياخد المقاس او بيجرب يشوف هل هينفع يحط لوح القبلكاش ده النحيا دي ولا النحيا دي يعني ايه بيجرب شوي بشوي وخلينا مع بعض ونشوف برضو خليكم معي الاخر فيديو هنشوف هنعمل ايه في القوضة دي هنحطها خشب في الاول ولا هنحطها سلك بصوا هنشوف كل حاجة مع بعض بس طبعا في الاول كده قولوا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين والاخرين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد الى يوم الدين يا ليت ما تنسونيش من اللايك واعملوا شير علشان غيركم يستفاد من الفيديو لأن الفيديو ده جميل جدا من الفيديوهات بجد اللي يعني بتحفز وبتشجع اي حد نفسه يعمل مشروع من البيت لو انت ست بيت ونفسك تعملي مشروع من البيت اعملي اعملي وجمدي قلبك كده شوية والله وحاجات بسيطة جدا هتعملي مشروع وهتكسب منه وهتاكل منه وهتأكل بيتك واولادك وكمان هتهادي منه وكمان هتكسب منه ان شاء الله مكسب كويس جدا ان الحمام تربيته اسهل ما يكون يعني ممكن تبدأوا بوجوزين اتنين او تلت تجواز بالكتير هتدوصوا تلاقوا العملية بسم الله ما شاء الله ربنا فتحها عليكم من واسعة زي ما انا بدأت كده بالزبط انا بدأت بتلت تجواز وربنا فتحها علي الحمد لله كنت جايباهم الاول حمام بلدي وبعد كده جبت الزاجل وبعد كده جبت الرومي والحمد لله ربنا يفتحها علينا وعلى الناس كلها يا ربنا يوسع على عبيده وكلهم يا رب يرزقكم اكتر مما تتمنوا يا رب يرزقكم ادي واكتر اضعاف الاضعاف كل واحد بيتمنى الخير لغير رب يزيده ويبركله ويرزقنا فدائما ندعو الدعوة دي وان شاء الله ربنا هيرزقكم من واسعة بصوا بقى هنا النجار هيعمل ايه هيبتدي يوسع اسمه ايه ده المارينة العود بتاع المارينة ده هيوسع له بالشكل ده في الحيطة بحيس ان هو العود ينزل كده بصوا زي ما هو عمله دلوقتي خدوا بالكم الحيطة دي هو نزله كده سقطه تسقيط على شئ بحيس ان هو ما يضطرش ان هو يبني دور فوق الحاجات دي لو هو ما نزلوش كان هيبتدي يبني دور علشان يساوي الحيطة دي تمام لكن هو بقى ايه فكر كده يعني ان هو يوسع له بحيس ان هو يسقط كده العود تسقيط يبقى مساوي بالحيطة فمش هيكلفه ان هو يبني طوب دور من الطوب تاني ولا حاجة هو بس ما عليه الا ان هو هيديها طبقة خلينا مع بعض متابعين وهنشوف برضو هو هيقفل على الحاجات دي ازاي بس ما انت بطوب بايه هنشوف مع بعض بس تبعوني الاخر الفيديو يريد ما تنسوش لايك اعملوا لايك علشان الفيديو يعلى واكبر عدد من الناس شوفوا الفيديو يستفد منه اهو بصوا ده الكلام اللي انا بقول بصوا نحاول تقرب لكم على قد مقدر ركزوا على فاكرة الاوضة اللي هو واقف فوقها دي الاوضة اللي هو واقف على سقفها دي قط الحمام الحمام من الاصل الحمام اللي انا بصور لكم عنده تمام الاوضة دي سقفها سلك فانا بقول له هو بيكسر كده فبقول له طب السلك لان هو بيكسر فالسلك بيطلع معي قال لي لأ ما تلاقيش انا هربط السلك ده السلك اللي هو بتاع الاوضة القديمة في السلك اللي هو هيحطه دلوقت طب هيحط السلك ازاي خلينا مع بعض هنشوفوا هو هيبصوا انا مسورها لكم كل المراحل هنحط السلك ازاي وكل حاجة لو الفيديو ده ما كفاش هعمل لكم جزء تاني بس يا ريت بس بصوا تابعوا السلسلة بقى عشان هنعمل شوية تغيرات بقى ايه وسلسلة حلوة ان شاء الله لاي حد مبتدئ ولسه بيقول يا هادي كده في تربيت الحمام يعني هيبتديها كده باوضة لو عندك عشة لو عندكم معشة يا جماعة بلكونة افلوها وابتدوا بجوزين جوزين حمام بصوا مش قليلين على فكرة هيملو لكم الدنيا والله بس اهم حاجة الطموح يبقى عندكم كده طموح كده ان ربنا هيكرمكم ان شاء الله وعندكم طبعا امل في الله وثقة في الله اولا واخيرة وان شاء الله ربنا هيكرمكم اهو بصوا زي ما قلنا هو عمل اهو العود ده والعود اللي جنبه هو بيعمل فيه هيبتدي يعمل اعواد كلها بالطريقة دي وينزل العروق بتاعت المارينة فيها يعني ما حطتهاش بالعرض ليه كده قال لي لأ كده هتبقى امتل بصوا بقى عايز اخد رأيكم برضو في الحتة دي هو اقفلها بالطريقة دي وقال لي خلي التهوية من هنا ومن هنا الفتحة دي يا جماعة دي الناحية البحرية تمام ودي الناحية الابلية والناحية دي دي الغربية بصوا بصوا السلك اهو هو عمل ايه بقى سمر الخشب بس على الفكرة هو مش هيسيبها كده اه تابعوني كده للاخر عشان تعرفوا برضو هو عمل ايه هو الاول سمر اهو انا قربتلكم اهو سمر الخشب الابل كاش ده سمروا في الاعواد سمرها تسمير كده في الاعواد وبعد كده بقى ابتدى يفرش السلك كله على السقف اهو فرش السلك على السقف كله بالكامل يعني غطينا السقف كله الخشب من تحت والسلك من فوق طيب هل هتسيبوا الفتحات دي كلها اللي من ناحية البحرية واللي من ناحية القبلية واللي من ناحية الغربية لا طبعا فتحات دي كتير جامد تابعوني بقى في الجزء التاني عشان بس النت ضعيف ويدو بيلحق يحمل التمن دقيق دول وهنشوف هنعمل ايه في الجزء التاني ياريت متنسوش اللايك وتابعوا الجزء التاني